مع اقتراب نهاية العطلة السيفية تعج الحركة هنا بميناء طنجة المتوسط للمسافرين بالمغاربة المقيمين بالخارج فهؤلاء المهاجرون يستعدون لمغادرة البلاد بعد قضاء عطلتهم رفقة عائلاتهم بشتى المدن المغربية عملية العبور وفق كثيرين تمر في ظروف جيدة أجواء داستم زيان شفنا العائلات والحباب وتارينا شوية البلاد الحمد لله المغرب غادا والحمد لله ديما كلقوا الناس كورا مع وزيدوا نفاتش هذا التطور هذا ولا تسهل أكل شيء ولا بيخير وعلى خير نظن إن شاء الله في المستخبرة يكون أحسن أحسن وأحسن وأحسن موسم عودة المهاجرين المغاربة يتواصل في إطار عملية مرحبة 2016 ويعبر من ميناء طنجة المتوسط يوميا نحو 30 ألف مسافر وما يفوق 6 ألاف سيارة لضمان مرور عملية العودة في أحسن الظروف هنا بميناء طنجة المتوسط تعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مواكبة وتعبئة موارد بشرية إضافية من أطور تبية وشبه تبية واجتماعية هناك فرق من المساعدات الإنسانية والأطباء والممرضين تعمل 24 ساعة هناك أكثر من 40 مساعدة اجتماعية و13 طبيب و14 ممرض مدعامين بثلاث سيارات إسعاف والمؤسسة مستعدة دائما لتعزيز صفوف ديلا إلى قصد الحال منذ انطلاقها في الخامس من شهر يونيو الماضي وإلى غاية الخامس والعشرين من غشت الجري تم استقبال أكثر من مليونين ومئتين وسبعين ألف مغربي مقيم في الخارج في مجموع نقط العبور البحرية والجوية والبرية